اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المكان الفلاني وهذه يعطيها لللسفة والبرد أخرى أو البرد أخرى والذي يتم إمتع في الجامعة هذه كانت الفكرة أو هذه كانت الأشتراك في الخاصة لذا لكن الاسف الشديد أنه فقط شكل الحضور لذلك الاجتماعي أشتركوا فيه بعض الرجال كاية نوعا ما كطباء وبرد أخرى لكن إن شاء الله لن يوجد مشكلة نحن نرى بالنسبة للمحاضرات حين قسمنا الى ثلاث شقوق نحن هذي كيف الانتردكشن بس على الموضوع مش بالكامل هنعطوا بس الإكسبرينس بتاعنا كبريف شط على الموضوع مش بالكامل وبعدين إن شاء الله ممكن نديره واحدة هتكون علي ثلاث دايزة بروحها سابرط ليني إتش وان هتكون تيكين الهولاي اكتر من هتقال نص ساعة أو ساعة سوف تكون قسمه اليوم الى الأساعدات والجميع 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 من الالجيولوجي ويغطيها إن شاء الله دكتور سيراش سنبدأ إن شاء الله بالأمس والجالات وعندنا أن تتكلم بشكل مهم والجميع المدين والجونيور وكما قلنا لدينا الوظيفة بالأراضي يعني كل دكتور جديد يعني مثلا أنا أول ما بدأت أول ما بدأت نشتغل في المستشفى تغيرت عليها الإنفارات. من أنك تذهب إلى المعارضة و تخشك إنترن. وكذا لا يحتاج لك أي مشكلات. و تخشك مرة واحدة تنزل في أميرجنسي روم. فالموضوع صعب شوية. كانت شفت هذه كانت شعورة صراحة. وكان فيه سترس. حتى أنت يوم الهدوتي تجد عليك شوية سترس وعليك شوية سترس على اليوم. فنحن نحاول أن 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 نحاول وكيف تصدع عليها لان يأخف اللي بعد هذا الفكرة. للمستخدم نجل المعارضة على حدودات التمكتب. كلنا سمعنا بلا ماي. كلنا سمعنا بلا الرثميا. خذناها في سنة خامسة. خذناها في الامتياز مرع علينا. لكن ليس بالطريقة. ليس كيف لما تقرأ بلايج و موضوع من تاكس بوك. كيف تجدها في الشغل. هناك شيئات واجدة ليس قاعدة. هناك شيئات تحاول لك تريد موديفكا. لكما نقول نحن. فالموضوع يعني محتاج أكثر من جس تاكس بك كل حاجة تقدر ان تماشي عليها لتعطي الموضوع من الار في ليبيا احنا عارفين طبعا الموضوع عندنا ما هوش عاديل الموجس يروم هنا هي ما هيش كيف بره الموضوع ما هوش كيف ما في الكتابات لأسف يعني هذا الواقع المرير يعني فيه الكويس وفيه السيئ فنحن نحاول ونشره نعطو كيف البريف سمري على الموضوع بالكامل زي ما قلنا الموضوع جس شيرينج انكسperience ما هوش لكتشر يعني ما هيش هذي محاضرة وحن نسمع لكم غايدلاينز ولا كذا انا هنقول لكم لما المريض يجيني بكذا وشان موس كومن البرزنتيشن لو مريض جاء بكذا شانو الستبس اللي ندير فيهن شانو البروتوكوب بتاع المستشفى عندنا اول حاجة نبدو في المستشفى الموس كومن البرزنتيشن اللي جنينا كجونيور دكتور تولياء كمني اعتقد سنة في الكارديوك سنتر منهن ستة وثمان شهور قاد في المستشفى جس بين يعني اي واحد سلة وجيعة في الصدر عادة انتوى يعدي وين مركز القلب اواري الحاجة الثانية اللي يأتي بها الهاي بي بي ما هوش امرجنسي بالدرجة الاولى لكن يأتي يقول لك أنا عندي صداع وضغطي راقي تلقى مرض ضغطة ما هوش راقي ما هوش امرجنسي ولا امرجنسي لكن في نفس الوقت ضغطة فعلا راقي انا حبيت انحطها هنا لان الموضوع هذا يعني واجه يواجه فيك محطة في الحوشة تلقى اعباتك ولا امك ضغطة شوية راقي كيف تتعامل مع الموضوع الشرنسي برا حتى هي اي واحد يدهش يأتي ضغري غادي للكاردياك سنتر يعني يأتي فيه عدد كبير منهم يمشي لـ 1200 لكن توقع عادل متعارف عليه اي حاجة في صدرك تعالوين للكاردياك سنتر الـ patient assessment in the ER الـ ABCs اعرفين الـ airway breathing circulation disability كل شيء اعرفين نهضائي الـ vital signs اولا ما يخش عليك انت مريض انا اعطيك امان البيكتشر مثلا انا مساكت الشفت بتاعي انا عادة لما نمسك ونأخذه في نأخذه 4 او 5 دكتور مسكين الشفت بتاعي يعني مثلا 12 سنوات انقسموا فيهم كER شفت انقسموا فيهم 3 ساعات 3 ساعات لو كان فيه شورتج مثلا انقسموا فيهم 4 او 6 ساعات كل واحد وكل واحد يجب انقسم مثلا من الثمانية الاثنين في الليل من الثمانية الاثنين وكذا فكل واحد يجب انقسم فأنا اولا ما نأخذ نبدأ نشوف الحالات بالواحد يبدأ يخش علي أي شخص مثلا جاني شخص بـ chest pain ستبدأ طبعا بالـ ABCs تشوف الـ vital signs تكلم من النرس تأخذ الـ ECG وتشوف تأخذ الكلام تأخذ مننا تأخذ الـ examination جميعا عارفين الـ examination و تأخذ الـ examination وهو تأخذ الـ تأخذ الـ examination لن تأخذ الـ examination لن تأخذ الـ examination لن تأخذ الـ examination لن تأخذ الـ examination ونشوفه هنا في الـ chest pain تأخذ الـ تأخذ الـ تأخذ الـ cardiocosis angina والماء والماء ليس المثال الـ pulmonary embolism erotic dissection أيضا بسبب pericarditis وميوكاردitis كل مرة نونكارديا مثل الـ pneumonia or chest infection pneumothorax chest wall pain and muscular pain and gastroesophage and reflux المثال المثال من هذه المثال صراحة يكون عادة المثال بعدها chest infection ثم ثم المثال المثال هو الـ MI لأن عادة عندما يأتي لدينا لدينا تأخذ الـ هذا لكن هذا من المنظور لدينا تأخذ الـ بمجرد النجاك في الـ Cardiac Center معنا 50% المثال من المثال يعني لن تكون chest infection the pain is very very important عندما خشت عليك مريض عمرها 18 سنة 20 سنة أنا ثلاثة لفات خشت عليك بنت عمرها 11 سنة جاءة بالـ chest pain ليس كيف لما تخش عليك ولية كبيرة عمرها 60 سنة 65 سنة وجاء بالـ chest pain وديابتك وعندها history of coronary disease فالموضوع هنا تأخذ رسك profile في الـ فهذه الفكرة في الـ You have to analyze الـ what kind of pain what associated features with the pain and the risk profile في الـ هل هو رسكي أو أي رسكي This is very important acute coronary syndrome اللي هو نحن نقول لهم يعني نحن المتعرف عليه اللي هو acute coronary syndrome وقعين يتقسم من فوق إلى ثلاثة وهنا الاستامي 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 وهنا الاستامي والانستيبل لانجينا كم تعرفوا كلام هذائي بس أنا حبيت بس نذكره الـ coronaries حبيت بس نجيب صورة هكية اشترافوا كل الـ بس نجيب صورة مثلا لو كان الـ رسكي في الـ رسكي كيف سيكون شكله في الـ ECG أيضا اعتقد أنه لديك ايديا عن موضوع هذا هو الـ رسكي سيكون في V1 V2 V3 V6 V5 V6 و LCX مثلا ECG هذا هو متر التلفات 21-6 وين سيكون الـ هو الـ جيد انت شفت الـ مفروض تأخذ الـ ECG step-by-step ترى هل الـ ترى الـ 25 مليمتر تمام 10 مليمتر تمام ترى لو هناك سيكون صح follow حسنا جمهة انت شئ من هناك مليمتر لا بك اعتقد الـ لدي لدي مرات مليمتر 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 ممكن كيف توقع ممكن كان المريض المشكلة بالمقgrovese ڤوكس بيان ممكونا؟ ڤوكس بيان انا وقينا المريض هذائي طلعت بحثت فيه برا كان مقمعز ڤوكس بيان مناموسي مناموسي ممكونا كان بلاك هو بالاضافة ان اريد ابتك بعدين اطلاع فالبين ابتاعه كان مجهد كان عنده تشس بيان لكن كان مالتمودر التشس بيان فانها هذائي طلعت انا كنت خلاص كنت طالع وقالت في الساكوريتي وقالت لديك حالات مراجعة في حالات معينة قلت لي فيها في واحد حاجة وقالت في الحاجة انا خلاص كما تشفت وبنعطي شفت اللي بعدي لك مزر مراجعة قلت لها تعال خش ما فيك مراجعة البينة مش بتاع واحد سك ولا واحد اماي ولا كذا قلت لها تعال مش هتراجع خشيت به عاد يدور اي سيجي كذا دور نيرس حتى النيرس مغيرين الشفت بتاعها وقصص وقلت نيرس وقلت لها اي سيجي ما من طرعت عيني للأسف الشديد لكن بعد ما درت رسك اساسمه للبيشنت كان دياباتيك في حالة حيبرتنسي عند هستوري في السكيميك هارت من ثلاثة عاما اعتقد لكن البين بتاع بادي برنينج جيس بين من الساعة اثنين هو جاني الساعة ثمانية ساعة ثمانية برنينج جيس بين لكن ما لديك مدرات انسيفيرتي ما هو اصوشييري بأي شيء بدأ بس اعرق معاه تقريبا مع الساعة اثنين بعدها خلاص فلما جاء اول ما اصحبت الممرضة الاسيجيين أعطتني الاسيجيين لان قلتني مبرصت شوية صراحة فاقبحت هيولدها قلت لها اسمعني قلت روه مات انفجاش قلت لامور كويسة قلت لها لكن شنو الحاجة منجره طره ونبه وكذا 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 بدأنا نحن نديره في المانوش منتبتانه اللي حنحكو عليه بعدين شوية بس هذا اكستنسي فانتيرير الفكرة اللي بنوصلها انه البلاك بيشينت والدياباتيكس والفيميلز فالفيميلز روى البرزنتيش بتاعها ما اي تبكة فالمرأة تجيب منيما تجيب منيما تجيب منيما تجيب بتاعها تايت ال اي دي لجين مثلا هذي انتيرييركسنسي في انتيريير والسامي هذي شرايكا مفياه مش عارفها الواضح ليسيجي ولا في ال لا لا يعني لا ألا لكن لا برادكارديا بخاء كوي متى سين اخرى صينوس برادكارديا شناخرى استي وامل انفيرير كامل انفيرير والامي صيامل كاعديك انر في ال لي 3 و ويفيه وين الريثيبريكيل change هل في استي دبراشن في بي 1 ما فيش هذا البي 1 ما فيش استي دبراشن فيها جهة اخرى بي 1 شن فيه بي 1 شن اللي فيه قصدك الدبراشن والألواتي دبراشن هل في شور كان في مائل استي دبراشن في البي 1 lead 1 اه لا لا lead 1 هو مش دبراشن هذا لا يعني يعني اوكي انت قصدك على هدك بس انت قصدك على هدك بس اوكي كويس نايس posterior and pro posterior and one لا عندك اللي هي الستي دبراشن في البي 2 هذا هو يعني اوكي انت هنا خاش في ديفرينش يدعون ان pro posterior motion 3 inferior 2 3 AVF استي دبراشن لو كان مع هنا البوينت المهمة لو كان مع استي دبراشن يعني مايلا استي دبراشن في البي 1 ولا ريجارلا الpatients bradycardia الpatients hypotensive اي واحد انفيري رماء يجب ان تشكو الفيتيال في اني امي patient لكن يجب ان تشكو الرايت سايد ضروري دي الله ريت سايد اي سي جي ديش يدي الله ريت سايد لا مش بسيرير وو ريت سايد صانو شنو شوفي الرائد منترقل لأنهم يحدثوا عظيمة المفاديات الثوالية المفاديات الثروية الثلية عندما يتم التغييرات الثلية لكانت تجربة البلوز يجب عليك إضافية الثوالية الفيزي ديولات pilates أيضاً. هناك أهم المفاديات الأشياء في الجماعة الانفيرير لكن هذه الانفيرير، لا يأت captain في أي شكل أنا أتب أن تغيير تنظر الانفيرير من الخلفة للخلفة للخلفة أراحة اللي سأخذlarını باقي؟ أغلق هذا يجب أن نقوم بقى بقى لكن أن يتعقد الموضوع أبداً سيريحوا بكل نعم نعم نعم، نضعهم، لكن بعد لا، 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 لا يتبعو بالنسبة ها، ذي اللي حكي عليها الدكتور ثوى فقط الانجاني بسيطة الانجاني من الانجاني للانجاني فقط ترى انه هناك مطلق سطلق في V4 V5 V6 لتظهر أنه هناك عموماً انفريار مي يعني ديمة تباكي في تكلمك مرات تقلق ب RV تقلق 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 كيفما حكا تولا الدكتور كانت تقلق مع ترانزيان هرد بلوك ما نحن نخلقه في الوصول لكن يمكن أن تظهر بلوك فهذا ما نقوله تقلق الانجاني لأنه هناك هو ليس صراحة لكن فعلا كان برادي البي بي هذا البيت نتذكر ساعة كم ساعة ستة في الصبح جاء على الويلتشير ويوجد كان 40 أكثر أو 50 عام كان أعتقد 50 عام ويوجد بسيطة لا يوجد أي حاجة له دائباتك جاءني نتذكر كان على الويلتشير خشجته أول ما أضعنا لانيما كان هناك أول ما ركبنا للبطل ساقسيميتر ورقبنا البي بي حقيت الريت ما؟ في 40 و 50 البي بي كانت تقلق يعني أول ما جاء كان 110 و 180 أو 70 بعدها تقلق لا تقلق بعد ما رأينا الاسي جي كان الاسي جي كان الاسي جي وكان الريت فهذا هي الدغري تركب سيفي لين تبدأ الفلويد وتبقي بعدين يونيشييت اللي هو الستمي بروتوكول عموما الريت سايد غير الريت سايد لكي ترى الريت سايد هذا الريت سايد الأقل في 4 V5 V6 وإنه فعلا يوجد ريط لا تذكر افتح النيترات والأخرى في الانفير الماء افتح بي تبا بلوكات بي تبا بلوكات ويقول لكي تتور أنه يمكن تتعلم بلوكات 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 الماء بلوكات 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 في ماء بلوكات يجب بتتعلم في ماء يعني كما سriages ماء يجب عارض بلوكات ما ماذا؟ إسمعات يسيجي ديمة هنا الجماعة غالية أنت رسبت الناس تعالوا كي بش ما تجوكي تعاليك ماذا؟ ماذا رأيك؟ لا، لا، مش هنطير الات ماذا أخرى؟ ماذا أخرى؟ ما لديك؟ لديك سطلة في مدينة تو لديد تو وليد ثري وليد ثري وليد ثري وليد ثري أكتب، هذا مدينة بحث هناك في ST depression deep care V1 V2 V3 مجرد بل الضابط بالضبط بل الضابط، بل الضابط هذا نقطع بين جوة المجرد البوستيريو الماء بتتوضي بST depression V1 V2 V3 مدينة أن تكون بروحة تكون ايزوليت باستيرير. لكن هناك تنجيم على الانفيرير. تجي انفرو باستيرير. ما هو ريسيبركات تشينج؟ يعني هناك في الاترون. ممكن. ممكن تكون left dominant circulation or something like that. لكن هنا المين فوكس اللي هو انه انفرو باستيرير امي. هذي you have to do. اللي هو حكا تريد الدكتورة توا. اللي هو الباستيرير اسي جي. هذين التركس. جاك انفيرير دير رايت سايد. جاك باستيرير دير باستيرير اسي جي. باش تشوف. ماذا سيطلع عليك لما دير انت الباستيرير. تعطي الهيشن في اللي اللي انت لكتها لنا هذين ال V7, V8, V9. هذا هو نفسه. الباستيرير امي. هذا شنو؟ ثانيا جيراح. امك متأكل. باستيرا. امك متأكل امك grande. متأكل quote. الي ام المريك في اللغة económية؟ يظateral ثانيا كوائس امك بتأكل. نعم. هناك بيويف هذا ما يعمل؟ لا يوجد بيويف يجب ان تحصل بيويف ماذا يعمل؟ يجب أن تكون معنات كي يحدث ويجب أن تكون السابق وليس إنها تباتي في المسابق حسنا ثلاثة حسنا موسيقى مرحباً المرحباً المرحباً آه، السؤال جيد شكراً جيداً، ماذا معناها هذه؟ لا، الدب الإست fountain التي تsemble، ما هو دب الإست اميلاك؟ لا، لا دب الإستات هنا لا دب الإستار هنا، لا دب الإستار أميلاك؟ لا دب الإستار هنا هذي R وهذي S. ما فيه Q؟ ما هي Q؟ ما فيهش ولا Q wave هنا. الانتيرر واللاتر والسفتة لا يوجد Q waves. لكن قصدك على QRS أنت. قصدك على R والS. هذي High Voltage Criteria Indicating What? لما تلقى أنت High Voltage Criteria. أنت QRS Reflects What? خلاص تمام. معناها لما تلقى أنت Deep QRS. ما معناها؟ Strain يعني Left Ventricular? Yes. بالضبط لما تلقى وهو High Voltage Criteria إنه يمكن أن يكون مرات وهو Long Standing Hypertension مرات فهذا Needs ECO. صحيح. عالة المانجممت بتاع جماعة الماء ناس ما قلت لك يخشبه كيف هذائل اللي جاني قلت لك مانجمت لك مانجمت لك أول ما يخش عليك في LR قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك ثم تبدأ في المانجممت بتاعك كيف مكتوب في الصورة بالضبط أول ما تلقى ECG لماذا؟ لأن المانجممت بتاع الاستامي ستفرج على الاستامي يعني هنا في ليبيا لدينا لا لدينا Primary PCI لأسف شديد فهنا هنا الملجأ الوحيد لنا وهو الفيبرينولاتيكس أو الثرومبولاتيكس الثرومبولاتيكس تحضر في الاستامي لكن لا تحضر في الاستامي فهذا عليك ضرورة كده أعرف في ECG أن هذا الملجأ فعلا قلت لك ثرومبولاتيكس عن طريق الاستامي أو لا فأول ما يخش نعطيه في كرشات أسبرين بلافيكس 300-300 كرش تعطيه الله تعطي سبلينجوال جي تي ايضا لو كان فيه سيفير بان ستعطي مورفين أو بسيدين على حسب وبعدين تبدأ أنت تأخذ منها في الترومبولاتيكس بتاعاتي الثرومبولاتيكس تأسأل لو كان عنده ريسينت سي فيا مثلا وذن ثلاث مونات ريسينت سيرجري عنده بلدينج دياتيكس تأخذ في شورت تست في شورت لست تقريباً تلقاه تفتريفون تغطي الترومبولاتيكس الابسلوط والرالتف الترومبولاتيكس هذين كلهم تغطيهن ت Guillermo تفترض في الدخول الترومبولاتيكس وبعدين تتمكن تخشح على المنتبهم على الركض الخشي على الركض تبدأ هنا تركزيلي على المنتبه وتتعطي في الترومبولاتيك وإنتبه الترومبولاتيك أعطيت الترومبولاتيكس على حسب اكتيلاز على حسب نوع الترومبولاتيكس وكيف ينقفه تحسبه بركيجي وكيف تعطي الهزال قمت كثيراً المتسكيب يعني ممكن يخسر عائكم الموضوع أب الكامل. لكن الفكرة كله أنهرك يجب علي منتر استوالي. أنه بعد ساعة تعطيه بعد ساعة يفولوهب الناس في تجيي وجوفه لو كان ديولبت أي نيرولوجيكال منفستيشان مرته خرج فيه مراسلوكس فيه مرته ديكريس ديالة يعني أي شيئك يجب علي إمراهさلاً التأكيد وتشوف بعدين لو كان رائح او رائح او لا. كيف تشوف رائح او نار ما يعني رائح؟ ممكن يتغير عندي ردت شى اللي ردت بس كيف كيف تكون تشغيل بس كاله على الكتاب هذه واحدة ثلاثة واحدة نعم نعم ثلاثة 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 خلال هيقل celebrate ريبرفجر 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 عندما تريض ركس أو سيخش في حاش ريبرفجر ريبرفجر او واحدة ريبرفجر عموماً وصلت بشكل سبليق ولها الجزيلة بك خشيط لفاعش وصلت بآخر ساعة لميت foot el reperfuse بأمورها كثيرا ما هو الصحيح الى هذا وصلت بشارتك عنديت الفائل ودركте دمكنك اصبح شارتك ما ستكتب بشارتك افضل لنتي اسكمل كله ايها بس شعور بيتا بلوكر 1 لكن ليس واحدة من لنتي اسكمل او كي اجد الانتي بلايتلت أول شيء الذي يريد أن تنكرشيه أنت سيستمر عليه لديك الاسبرين و بلافيكس أو برلينتا وهو تيكا غريلود قبل ستاتين ستاتين تعطي شيء تعطي سم لا تعطيش تعطي أتور أو بالضبط تعطي بيتا بلوكر وتعطي اس انهبتر أو أر صح تعطي أمبرزول أو بانتو برزول عجلسا هو البرفيرد لتعطي أمبرزول لتعطي الزبط لتعطي الزبط لتعطي الزبط هذا حيث هناك شيئين مهمة ومعرفون اللعب ومعرفة لتعطي كيف الأمم يكون مجدد مجدد أو مجدد ومعرفة ومعرفة لتعطي برزولة أو لتعطي ومن ثلاثة الزبط الزبط 30 مرة ومعرفة هذه الأصدقات ولكن في مجدد بعد 12 مرة قد يستطيع ومعرفة ولكن هناك شكرا ومعرفة سأكون أقل والريبرفوجن ستكون أقل هنا. ولكن كيف ما قلته بالضبط؟ اتبع من شراء تعبي الأنتيس كيميك ميدكيشن وتبدأ بذلك البيتا بلوكر والأيس أو العرب أيضاً ممكن. صيانزين الموضوعات ما قلته قدمت العملية في البيان 50% أو أكثر 50% إن تحصل على بعض الغبوث التجمع وريبرفوجن الراتمية وهو الواجبار المترجم أو الواجبار المترجم أو الواجبار المترجم أو ماهذا وهو هنا الواجبار الواجباء انت لن تقول إن شخص لا يستطيع الماء، بدأت عندها الماء، أولا هذا النورمال، هذا شكل كوارس النورمال، هنا بدأت عندها ST elevation، بدأ الـ R wave بدأت تنزل حتى هي، والـ Q wave begins to form. هنا الـ Q wave indicates كيف ما قلتم بدري, fibrosis was scarring، صح ولا الله، فمجرد أنك لقيت Q wave أنا في all the mice. أسrats no are we, normal yo, t Noah sama işte سيبدأ ST elevation، بعدها تبدأ R wave وو haber سنب Dziękuję forming منب Launch. بعد سنلions 1-2 يبدأ على teşekkür inglés afterwards تبدأ تصبح ST elevation للغاية، والتي يبدأ البلغ معjo and will have to start untreten. بعد رائع لدينا ST starts to normalize with T wave invert بعدها أخر شيء تدعو أن التعوش البابaaعي، أنتي هي يوضع although my,那 هو key wave, just the key wave. لك انظروا leading patients تعودتي بسنرء م 진رارed. تجد هذا ثم برنت بتاع هذا اللي سيجيب بتاعي يجد يعني شكل شكل يعني ما تقاتش بحطي بالك أنه ممكن تكون حاجة ريسنت هذا شنو هذا 52 year old حتى هو أنا كاتب الهاتف بتاع هذا جايب left shoulder pain since four hours ago and the history of chills and rigors عنده نو هسري في نوزة نوزة أو فومتين ماذا؟ left bundle branch block this patient جاني الساعة 4 ونصف خمسة كان عنده minimal pain في ال left shoulder قال لي مسكتني الحامة وطلجتني بس عليه شجال ال Cardiac Center لأنه كان أقرب مستشفى له كان مسك في مشروع النهر أعتقد كان سيكوريتي جاي هو لهج زيكي عمره 52 years حيبرتنشن نو فاملي هستري عنده حاجة واحدة هس دياباتي أعتقد كان سموكر ماذا متذكر لكن جاب ال ECG هذا قال لي أنا دائر عملية مية بيضة وكذا قلت لي ما عندك أي تخطيط أنت أي واحد جايك ب LBB with this picture تبت أسأل لو عنده old ECG you have to compare لأن it could indicate it could indicate in my مرات الماء يجي بالبكتر هذائي left bundle branch block قلت لي ما عندك أي document عندك أي ECG دائرة من قبل قل لي للأسف قدرت عملية ودروا ال ECG لكن ما طلعتش به أنا قلت هيك حسبتها بيني بنروحي قلت لو في change كانوا هيكتبوه أو يذكروا أو يبلغوه به لكن برضو نسيت نقول لكم أن you have to notify senior بمجرد أن you have to notify your senior أنت لا تتعامل ستعطي الكرشات و ستعطيك الهاجة لكن senior ضروري قاعد هو الشخص الذي ماسك CCU هذا الشخص الذي سترجع له في الابينة مرات الشخص يقول لك don't admit أنت ما لك علاقة don't admit the patient regardless فليش فهمت ممكن نديروا التعامل لكن يقول لك ترانسفير السينير هذا قال لك ترانسفير لأن السينير هو المسؤول على المسؤول أنت يا دكتور يجب أن تحصل لكن الابينة you cannot give الثرومبوليس you cannot do anything ترانسفير ولا admit without الابينة السينير هذه يعني فورشور أنا هنا كلمت السينير قلت له قلت له هذائي الابينة و قلت له ما هو الشخص دياباتك لكن لا يوجد دياباتك قلت له نشوفه ترانسفير الابينة يعني الابينة كان صحيحة لم يكن أبيس يعني لو شفت بره مستحيل نقول لنا فخششنا ترانسفير حسابته في حاجة هنا تستعملها وهو سكربوزا سكربوزا ستساعدك انك تشوف الابينة هذا الابينة يعني هل هو فعلا الابينة 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 أنا هنا أنا ذكرين قدرت الابينة وطلع لي انه لكن برضو صراحة لا أستطيع حتى لما سألت السينير قلت له ما رأيك؟ قال لي بكتر ما هو بكتر كاردك انزيم قال لي بكتر ما هو بكتر ونحن نتخل صراحة جاءت بعدها كان جاء في الصباح بعدها دور المرور رجمات التي خشت عليهم وطلع ما اسمها هي اي بكس اي كائناتك ما اسمها دارو لكوروني ريانجيو وطلع وطلع كانت صراحة فهذا اماي ونحن نتخل بصوت بحضان ما هو البرانش لديه غير البرانش في البرانش ما هو البرانش بحضان ونحن ننست المصري نحن مصري نحن نحن الزوج نحن 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 مصري مصري دون مصري لاحن الديبس الجنبية اليدبريشان هم تأتي اليدبريشان العزيزان والهوريزنطل عالة اليدبريشان لا يوجد مدينة الحرام والنسجنبية لا يتم تدريب اسكيميا لكن هنا تتكيكي لرأي اليدبريشان يجب أن تصبعها هنا الأطلاق الأهمية هي جماعة النونستيمي ليس بمأنجة لطرمبوليسي شونو البكتورة دي، شون رايك؟ هل هناك مشاركة من ديكاترا ومشي هذي؟ خطر بخطر بجمع عادي هل تفعل؟ هل تفعل؟ هل تفعل؟ حلا هل تفعل؟ هل تفعل؟ هل تفعل؟ هل تفعل؟ نرى إذا كنت مريضة جارع وما يتتوى لأسف شديد هذه ECG هي كريتكال 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 ECG وللأسف شديد أنها لا تكتب في المنهج هذه الأشياء عرفتها هذا والذي بعدها سنحكوه عليه عرفتنا بعدما بدأت في الكارديوكسينتور وعرفتنا من ديكاترة الإغادي فهي مقاربات السبورية في الإطلاق البديوكسينتور في the A.V.R.T.O.V.1 هذه هي تسويط البعية امتسل البعية أو قيم المفرد الجارع وعرفت المعرفة تسويط هذا التسويط يستيبتع يستيبتع الشوية يستيبتع العلوم أو منذ سويط كريتكال الاد سينوسس، أو ٹو فسل ديزيز، يعطيك هذه البكتشرة جلوبال سيد ديبراشن، و سيدة الأولى في الامر هذا الكلام يحتاج إلى المسيحة للسيسيو يمكن أنه يحتاج إلى المسيحة للحضرية أو موضوعية لكن الحقيقة للأمر الذي رأيتهم بشكل هضائي يعني، كلهم بالأسف شادين مستيحة. صراحة فهذا بالإشياء للإشياء نذكر أن هذا شخص من الزملاء، يعني في مستشفى، لا سنقول هذا، ليس لدينا مستشفى واحد من الزملاء، خليفة ليس واحد من الزملاء مهم مشكلة نقول واحد زملاء من حياتها في المستشفى فكان ماسك نتذكر في... ما كان ماسك كان انترن وطوارئ انا هذه نتذكر اول ما تعلمتها هي ما ندنس في اليسيجيات الخليفة يا خليفة هذا الفتمين ونية كذا قال لي يا والله نايس والله نايس رأس عموما بعدها سبوة ولا حاجة زيك يرن علي خليفة منفجة لكاننا كخليفة قال لي يا راجل كنت في الطوارئ نسمع في دكتورتين يحكى لا يعرف من جاي قريبا يخش مهم يقول لابد مابد مهم فيه يطلعوه بحثوا في الاسيجي لا الاسيجي فتاعة كويس ونعرف انه الاسيجي ما عندهش باين والاسيجي بشكلة فخليفة لا يعرف ما قال لي خليفة دي مأيديك في رأسه في ميكانات هو مفضل مأيديك في رأسه فين فقال لي معطوني الاسيجي بنشوفه فخليفة شاف الاسيجي لقاه لفتمين قالوا دكتورة تيلي كيشب على الطريقة لا لم يكن منطلعوه هنا ودرط لجوه تعلالة فطنين فالاسف شديد انها ليس تقفل صراحة يعني حتى معديد غادي ما كنت ندري عليه هذا الشكل نحن نعرفه ممكن الجلوبال استيليفة وفي هذا الدبريشن بتاع البريكاردايتس لكن هذا هو نيو سيجي وهو كريتكال استيليفة و استيليفة في الافيار مهم جدا لفتمين أو لفتمين هو دياغنسي لفتمين 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 ويكون 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 الرايط كروني حتى هو مسكر هنا الثلاثة يعني ما رأي كان فيه؟ هذا هذا جمعات السيجي أنا الشباب الإغادي ما لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد هذا لا يوجد ما هذه ما هي هذه اللي هي الوايف هذي شنو هي هذي T-Wave Inversion شور هذي لا هي حتى هذه T-Wave لكن بيفيزيك T-Wave بيفيزيك تقدراجي ونازلة كيف الاس؟ هي هي تسيم ويف لكن شنو بيفيزيك فهذه بيفيزيك T-Wave وهذه T-Wave هنا الاثنين في V1 V2 V3 أو في V2 V3 نعم نعم لا 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 هذي حاجة اسمها Willen's Syndrome النظر Willen's Syndrome حتى هي حاجة ما عرفتها إلا بعد ما قاعدت نشتغل الغادي في Cardiac Center وحتى هو Reflects Critical LAD Stenosis البيتشنة هذا هذا مهم جدا إنه ما؟ لا يأتيك إلا تغيير هذه مرة تأتيك نورمال وقت البيتشنة وقت البيتشنة لأنه نورمال بعد ما يحول البيتشنة تأتيك بيفيزيك أيضا بيفيزيك T-Wave أو تأتيك في البيتشنة في البيتشنة وفي البيتشنة وفي البيتشنة هذه تفدخل اسمها لذلك وفي البيتشنة أيضا هذا البيتشنة لو تسكط عليه اكثر لو مثلاً يبذل أي مجهود أبسط مجهود يمكن أن يخش في السمي وممتن أن يدى يعني كارديوجينيك شوق أو ما هو والن's Syndrome جميع كثيرًا يا كهل تجمعها. والله العزاء لأنه يأتيك عندما يجب أن العزاء الضوء يجب أن يحدث الحشان لكن أي عزاء العزاء تألّو حتى إلى بحاجة normalKG يجب أن يحاسن! يجب أن يحاسن! كيف يحاول أن تحاجه إلى مكان آخر أو يستحوك إلى مكان آخر أن يجب أن يكون دخل حشب الأعمال. أن الزواج على العزاء 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 عزيف. يعني، يجب أن يحاول عزائي الأنقال لكي تستطيع أن تروحه أن تطمن. هذا كارديك انزيم نيجيتب نور مايسي جي وان البيين يجد جاد لكن اول ما البيين ريليف يبدأ التي واب انفرجي يطلع عليك فهذا البيتشنت يضاعي يعني هذا يجد المثال من الكورونار الانترفنشن اللي هو السكندري كورونار الانترفنشن هنا يعني اندي كريتيكال ال اي دي سينوسيس without infarction فاولين سيندروم مهم جدا هذا تايب A تقريبا كل اسبوع نشوفه في حاله على الاقل والديب انفرطي ايضا بس نعطيك مككة معلوم هكي هدية ديب انفرطي تي ويف في الاي سي جي دي فرنشي الدياغنوس ثم ثلاثة الوالين هذا الوال مهم جدا ايبكال او همرايجي او همرايجي ممكن نعطيك البيتشرة بتاع الديب انفرطي تي ويف في الاي سي جي تريد البيتشنت مهم جدا تجدت المسك الاسي جي بس تدير المانجميط بتاع تلك كلها على حسب الاسي جي فزي ما قلت لكم يجوني young patients بالنسبة للشيست عادة ان يكون مسكس الخلطة مرات يكون مرات يكون جي او ازماتك نذكر أولية جتنا كبيرة حتى هي جاية باكيوتيكس أسربيشن في آسما يعني أنت تأخذ الإسجي في الكلينيكال كونتكس يعني أنك لا تتحرك الإسجي باكي الهائي بلاد فرشر أنا طولت عليكم سوري لكن شنو هنأخذ الهائي بلاد فرشر رضائي بريفلي عالة حتى هي كومن نتحرك يأتيك مريض ضغط عالي بس يقول لك دكتور أنا راسي صداع الحاجة اللي مش فهمين اللي بيين لأسف شديد وهذه وضحات لي يعني خلال فترة شغل أنه نحن للأسف مش فهمين أن الهيبرتنشن is a silent disease يعني يتساني اسمتماتيك دزيز لما جي انت حاجي بالكومبليكيشن مش حاجي بالسيمتومز بتاعت الدزيز إتساي اسمتماتيك فلما يجيك هنا يقول لك أنا راسي صداع أنا بايخ ليه ومشكل ضغطي راقي ولا ضغطي نازل اوكي ضغطك نازل اوكي ممكن لكن ضغطك راقي هذه ما تركبش فنحاول إني I try to educate the patients أن نراه الهائي بي بي It does not present with any symptoms فمارات انت تقعد بالهي بلاد فريش راضي لما تخش في Cardiac Complications Reina Complications Whatever it is CNS Complications وهو مش عارف هنا اللي هو Classification of Hypertension According to the American Heart Association والEuropean Society of Cardiology طبعا الامريكان حنينين اكثر من من الEuropeans فهم حطين هنا stage 1 hypertension من 130 من 130 من 130 هنا They classify them as stage 1 بينما لا إلا ESC or European Society of Cardiology هنا عندهم هذا High Normal Blood Pressure فاللي بنوصلولها بس أنا عادة لما نخش نقل patient البي بي بتاعه 140 150 over 90 150 over 80 هذا هي ما نبدلش anything ما نبدلش أي حاجة لأنه تحط في بالك أنه فيه حاجة اسمعه White Coat Hypertension الاسترس اللي قاعد فيه الاسترس جايت المرأة جايتك داهش وأول ما قامتها انت شفت البي بي بي بتاعه سيكون فهذا فالبي بي بي هذا لا تبدأ أي حاجة تعطيه يدير جدول قراءات سبوة كامل يجب مرتين في اليوم يجب متريح ويأخذ 2 قراءات لمدة سبوة أو 5 يام وبعدها على حسب القراءات هذين هي اللي بدين ستبدأ بتاعك بس اللي بنصوله من 120 لاند 139 هذه نقص وزنة نقص نقص لو فيه الكهول وقف الدايت يغير الدايت بتاعه ينقص الصوديم في الدايت يزيد البوتاسيوم في الدايت ومثل ومثل فكرة كلا يبنوصل لها أن بي بي لس دان 160 أنا الحق ما نبداش في أي مانجمنت خلي في البيتين يدير فيه خيراءات سبوع كامل أو خمسة يام بعدين يما يعود علي يما يعود علي يما يعود علي يما يعود علي واند فارق بناتا إن الهتفادة without any signs and symptoms of end organ damage ما عندش لا أشخص من عند هائرين البرامتر عند عنده أي نيرولوجيكا هذا الهتفادة يجب أن تقوم بي 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 لكن ما يزيد ويزيد للحفادة هذا الهتفادة مرة يأتيك بالبي بي بي هذا 200 مرة كم واحد جانب مئتين وعشرة اني في حتى الحاملة التي قامتها في نينا بارك اني لقينا واجدين في البي بي بتاع لعندي الجهاز ما شاكدر يقرح لقينا ١٢٠٠ على ١٠٠٠ وقاعد ساكت عليه أمور كويسة وقاعد يدهور مهلا وقاعد في نينة بارك وقاعد في نينة بارك والله ويدهور أمور كويسة فأنا والله اضطريت نتذكر طرعنا جبنا كابوتين من مصيدلية وقعدنا شنو كحادنا نزغط فيه لوم ونعط فيه في كابوتين حاولنا النزل هذا ايرجنسي فممكن يخش في هيماريجيك سيفيئي ممكن يجيب بالتشاس بين يخش فيه ماي ممكن الكني يتعب بيدي لهذا بيدي له فول اساسمت بعدين فالفكرة الفرق بين الارجنسي والامرجنسي اللي هو الكميكيشنس اخر حاجة هي شورنس البراث عندها كناهي بالنسبة للاريثمية كالغريثم سريع بس انت تتارف بايرانية هذي شورنس البراث تجمعه في ثري كومن سيناريو يما دي كومبنسيات هارد فيلير والكلينكال الفيكتر بتاع عظاهي واضح يجد نون كيس في هارد فيلير جاي يتابع مع دكتور كذا ياما تريمنت بتاع مقصر فيها ياما مش ماشي مع الريستريكشنز بتاعات الفلويد ياما صار عليها اكيوت افانت خاص في تشاس انفكشن واتفر خاش في دي كومبنسيشن نون كيس يعني هارد فيلير الاناظر اخر شيء اللي هم جماعة الاريثميانس الاريثمي عادة البيكتشر بتاعهم يكونوا يونج يعني مثلا انا واحد منهم مراد عامي ممكن من حاجة اسبوع او اسبوعين نفس الشي ران عليها قالي نالي يتوى سبع دقيق دهش قالي دهش واندي شوية وجيعة في الصادر وكذا هنا الفينو تايب هضاهي ميني يشف تورد من الاريثمي يتوى هو سيكرافنتيكولا تاكيكاردياس ويتوى حتى بعد كوفيد موضوع كوفيد والحاجات هذه قدن يعني ايضا مور كومن يأتي من قبل يعني فالكليق البيكتش بالبكتش بالبكتش في بحث QRS wide or narrow QRS وعلى حسب QRS can interpret the patient. لن نعطي لكم الموضوع بس نحكو عليهم ماذا يأتي الله؟ نعم؟ نعم؟ سؤال هذه 480. هيا واحد يحاولنا يعطينا القصة ريجلر نو بي ويف تاكيكارديا حسنا ماذا تنتهي؟ نعم؟ 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 ريجلر نارو كوارس نو بي ويف هذه نمين تاكيكارديا ونمشعها سبحانه في الوصول نطلب السوق في الوضع كيف رد عم يكلمني. فهذه المانهجة في انت بتاعها تسيط. فلزالفا تخليه. عارفين كيف تدير الفلزالفا وهو كاروتد مساج. لو مرضش بالفلزالفا فهو كاروتد مساج وستل سمتماتيك الفلزالفا تبدأ بعدين تعطي ادينوسين ولا تعطي الايزوبتن بتاعك. بس هذي فعلا نسبتي. هذي شنجوها. انا مش عابلش ما حولتش الكلامة. هذي شنجوها. الريقلر بها هذي شنجوها. بي بي سي نايس اوكي. هي اس بي تي. هنا اثنين اس بي تي. واقعيا يعني. الاتريا فبريليشن لو كان كنترولت حتى انت نو بي ويف وتلقى الريقلر بس صح ولا لا. لو كان في معاه رابد بنتريكولر رسبونس معناها كل امبولس يطلع من الاتريا. الانتريكولز بالظبط. احاول ان تحصلها. فهنا هي جي كباتري فبريليشن with rapid ventricular response. هذي انظر. لكن المانجمهنت تحن almost similar يعني. هذي نفس القصة. كتب لان يبتعها. وايد كوارس. هنا ممكن انت تتغضط و تقول هذي في تاك. لكن رياليستيكلي لا. هذي اعتري فبريليشن with abarency. ماذا معنى abarency? لقد قد لدي لدي لفت او رائع بندل برانش بلوك وخش في هذه هي المونومورفك في تاك. بري سيريوس. هذا الفرق بين المونومورفك في تاك. لا. كلهم في تاك. هذي ترصا. ترصا دي كونت. هذي ترصا. لا لا. مش من تريك لفبريليشن. تريك لفبريليشن مشكة. واقعي أنا في المونومورفك فيها. بياينا في المونومورفك في تاكي. اموماً لقد لقد حصلت. لو في اي حد عند اي سؤال. سامحوني العبطال تعليك. سيكون الإنساء. أنا اسمي فاطمة الزاهرة وفاهمي المجبري. سافر من دفع السابعة. أول مكملت المتياز بتاعي بديت اتشمت على طول في بي ام سي. الادئة المدعية. فأول ما بديت غادي قاعدت شوية على طول قتلوا حيوين في الـ ER فشوية كولترال شوك هناك كنا متريحين متدلعين جاونا سمح غادي مستشفى وضع آخر تماما فاللي حب أن نقول لكم في البداية أن الأتسود بتاعك أزا داكتور في الـ ER لازم يحب أن تكون قم وكليكتد هو رأي الـ ER مكان في لفل ألب بس أنت يحب أن تكون قم يجب أن تكون قم وكليكتد ثاني حاجة تأخذ كل مكتب يجب أن تكون قم واجد خاصة أننا نمسك في الفيميل واجد فأتجي تقول آه ها لا 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 تأخذها سأخذها مع رجالة لكن يجب أن تأخذ كل مكتب ومشي معها لديها نهاية تدرها لها فل اسسمنت تطمان وتجدت هناك ها نهاية ها تدلع خلاص عايدي بس المم يددت يجب ثالث حاجة دكيمنت دكيمنت أهم حاجة أنك أنت الـ ER نوت كتبت فيها كل حاجة كتبت فيها كتبت فيها شن درت البايشنت شن عطيتها من تريتمنت شن البيتالز بتاعاتك كيف هي بريزنتد كل حاجة تنكتب في الـ ER نوت بتاعك آخر حاجة بي أسرتف غاد يحتلقون نيرسز ما شاء الله كبار في العمر يحقوا فينا نحنا صغيرونين وكلمتنا مش مش يواجد لازم يحب تتعلم ويس بي سيف في الأول أنا هنحكي على ثري كومن كيسيز ممكن نشفون في الـ ER في الـ أول حاجة هي دياباتك كيتو أسيديوسيس طبعا الـ دياباتك كيتو أسيديوسيس هذه واحدة من الـ بتاعت الـ في غير هنا اللي هنا الـ هايبر أوزميلر والـ هايبوغليسيمي هذين كلهم بتحطهم في بالك أول من يجيك يقول لك أننا دياباتك وانت تسبكت بي سيفيدة بي سيفيدة حادة يكونوا تاب 1 هما المست كامل أو تاب 2 هما انسلين باندنت البايشنة اللي هما جاينك بسمتم مجموعة ناوزية بومتين بوليدبسية بوليوريا والا أكوز ديزنيا ذينا كلهم تخليينك إنت شنو وعلى مقلقة جميلة اكتبتها. المنحلة عن دهيدرات والشخص والتعجي بكافة. يجب أن تكونوا يتكلمين. كيف تسسر؟ الحاجة تبدأ بالجنرال كندشيون. الواحدة تبتعك هل هو دازنيك، تكبك، ومالبائل، جاندست، خلال خالصي، إذن هين شخص. الهيدراتي الستاتيسي الأمر بهمة، لأن الهيدراتي هوين ما قاعدين في بومتين ، دائريا، بوليوريا، هذين كلهن يمكن أن يكون تأكثرون ويمكن بكبير لدرجة الشوك نرى الكبير التغييرات الإسرعات يمكن أن نسمع يوم يمكن أن نرى هل هل يوجد من المذيبات أو الحيادات وعندما ندهر على الكوز بتاع البرسيبتنت للDKA أنها سيبتك فوكس ممكن نسمع تشاست نلقو فيه كريبتس ممكن نحن نشوف السكن هل فيه أي وند انفكشن فيه أي ألسر الحاجات هذين يجب أن نكون مدينة في الـ Quick General Assessment بتاعك What investigations to order انت قاعد في الـ ER جاتك بيشنت السمتم ستينة قاعد تشاك انت في دي كي اي أو الحاجات تدايجنوز لدينا تحضر القاعدة التعاملات الماضية يقولون طالما تحضر القاعدة الماضية من الماضية الماضية يجب أن تتطلب الـ DKA وطلب الـ ABG الـ ABG كيف معرفين الـ pH قاعد أسيدوس البايكاربي قدان لو في حاجة أخرى المقروض انها تندار بس نحن في الـ ER بتاعنا ندروش فيه واجد اللي هو السيروم أو يوريناي كيتون هذين نحن ما يكونش فيه واجد مكفيش فسيليتيز فمندروش فيه لكن الـ الـ الثاني حاجة تنبستيجيتر كوز نحن حنضرب الـ CPC ASR CRB هذين ترول أوت الإنفكشن والإنفلميشن ترول أوت الـ واللوار رسبراتي تراكتشن الأسجي خاصة في الـ الـ الحصول مرات الـ 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 والعيش في الـ الـ واليوريون رتينيناي لإنفتيجيتر الماضية هم ندروه رفتي serum electrolytes. عرفتي ليش? يس دهيدريشن. فيخشولي في pre-renal AKI وهذه it should be addressed. serum electrolytes? DKA. اللي هنا شنه the most important disturbance? البتاسيوم. الهايبوكاليميا. هي المست common cause of death by DKA patients. الهايبوكاليميا. عم تناخذ المريض ونمشي نجربين للرصص. للرصص او ال-ICU. ال-PH بتعني يكون less than 7. البيكارب less than 10. patient hypokalemic. shocked patient. والجلاسكوكوما less than 12. شن نديره نحن في ال-ER. جاك ال-patient. You diagnosed them as DKA. Yes, we have to resuscitate. two large bulk cannulas. Rehydration one liter normal saline in one hour. حنركبو NGT. لو فكرنا بركبو NGT. Why? أيوة. في vomiting. patient to get marat aspirating. We have to insert NGT. خاصة ال-patient اليوم with deteriorating level of consciousness. كلما كنت معاك. كلما لقيت أنه هو deteriorating. you have to insert NGT. We keep the patient NPO. لأن مرة تصير معاهم gastroparesis. We are in catheter to monitor the input and output of the patient. أنا حبيت نضيف لكم حاجة بسيطة. أنه نحن كيف نكتبو ال-ER note بتاعنا. أنت ER doctor. What to write. أول حاجة dates. ال-time. اللي جاك في ال-patient. وال-file number. تمام؟ اسم المريض طبعا بالكامل. تبدأ ال-age. نون ال-comorbidities بتاع ال-patient. نحن عادةً شنو؟ يكتبو Diabetic Hypertensive. أنا تعلمت من دكتور أشرف. والي هو كان أحد الكثيرا اللي يؤثروا علي واجد في ال- internal medicine. أنه نحن we shouldn't stigmatize the patient. Diabetic Hypertensive. Epileptic. لا. نون كيس of diabetes. نون كيس of hypertension. فإنه نايس. حاجة شوية مشاعرية لكن إنه نايس. فور هاو لان. شن التريتمنت بتاعه. شن ال-presentation. وال-cause. انت بتجد تفكر انت في ال-causes بتاع ال-DKA. هل فيه missed doses. هل ال-patient infection. هل فيه يعني whatever the cause. you have to write it. فأول حاجة. اللي خذيتها من ال-history. وال-important negatives. اللي انه ترول out other causes. ال-past medical history. حتى in brief. هل هو ال-patient خاش من قبل. بنفس السمتم. أو خاش لل-ICU من قبل. هذا إنديكيت. ال-compliance بتاع ال-patient. هل هو poor. good compliance. هل هي inadequate dose. فشن السبب بالضبط. بال-past surgical. وال-drug history. نحط ضروري. insulin doses. نخذوه in details. لأنه نحن ال-patient بعد ما منعطوه. ال-infusion. هنردوه. يا اما عال-doses بتاعي. يا اما هنعدلو فيه. فهي have to know. ال-doses اللي كان ياخد فيه من قبل شنو. ال-examination كيف ما قلنا. هنعلقوا على ال-conscious level بتاع ال-patient. شن general condition بتاعه. ال-hydration status بتاعه. ال-chest. CVS. ال-abdomen. ال-abdomen مهمة لأنه كيف ما قلنا. ال-patient يجيك ب-acute abdomen. فهي have to rule out the surgical abdomen. هل فيه tenderness. هل فيه rigidity. هل فيه. الحاجات هذين كلها ت rule out. ال-acute surgical abdomen. حاجة اخرى انو كتبوها في ال-ER notes. ال-investigations اللي انتا درتهم في ال-ER كلها. شن ال-results بتاعهن. ال-vital signs بتاعاتك. هنا حتى chest x-ray وال-ec-g شفتهم. شن علاقت عليهم. نكتبهم. ال-patient شن خذا في ال-ER. مثلا نحن عطيناه normal saline. نكتبها. حتى لو كانت حاجة ريفيا. الخضاء اوكسيجين باي ماسك. نكتبوها عادي. ال-impression بتاعك. ان هو هل هي دي كي اي ديو تو وات. وال-impression عادي. عبر كيف ما تحب مراتي. ال-patient تقعد. مش عاربة انت شن الحاجة اللي خم بالدخلية عليها. بس. عندك. تكتبين كلها. نحن تستي سيف. ال-advice بتاعك. قدمت في مين ميديكال وورد. وبرضو عبر. يعني تبيت تزيد. تقول نبيلة. اكتب فيها اللي تحب. ثاني حاجة مهمة نشوفو فيها في ال-ER. اللي هي. ال-acute exacerbation of bronchial asthma. هانا عندنا كيس سيناريو. 18-year-old female. known case of bronchial asthma. presents with history of acute shortness of breath. wheezing and cough. هذين طبعاً 3 hallmarks بتاعتي ال-asthema. الراسكي انهيلر بتاعها did not improve her symptoms. she was exposed to cooking fumes before her attack. وما فيش هسري of fever ولا. recent symptoms of upper respiratory tract infection. فهانا. how would you approach this patient? نبدو بال-AVCs عادي. نشوفوها vitally. general condition بتاعها. هل هي ال-patient can complete her sentences ولا لا. هل نحنا. هل هي دي ساتين ولا لا. هل نشوفه بالبالسكزيميتر. وعلى ضوء هنكملوا. لو لدينا ال-patient de-satting. ها كيف ما قلنا. vital. general condition. conscious level. chest examination. وCVS. بالنسبة للمستيجنز. امتى نطلب ال-A-B-G. ال-A-B-G نطلبه بس. لانه هو painful procedure. فنحنا نطلبه بس لما تكون ال-patient de-satting. وعادةً de-satting نعتبر فيه من 92 or less. هنا نطلب ال-A-B-G. ال-A-B-G. ال-patient ال-importance بتاعها لو طلع عليها عندها هايبركابنية. اللي هو ال-B-CO2 بتاعها هاي. هنا نحن نطلب ال-patient seriously. تشوي لو يأمل ICU ويأمل الرصاص. لانا she might need ventilation. ميكانيكا ال-ventilation. لانا يصير exhaustion. ومسل فتيغ لرسباراتي موسل. ال-patient cannot wash out this CO2 alone. حاجة الأخرى ندير ال-CVC, ESR, CRP, serum electrolytes. لانا ال-patient تتاخذ فرسكي انهيلر مرات يخششها في هايبوكاليميا برضو. ال-CVC, chest x-ray وال-ECG. امتا نخششو لل-ICU. كيف ما قلنا ال-near fatal asthma اللي هي نلقو CO2 high. Life threatening asthma. جي ندير ال-examination, silent chest. هايبوتنشن, bradycardia, cyanosis, descating و confusion. هذين كلهن راد 3 types of asthma هذين. أو 3 degrees of severity هذين. نحن مش هنكمل مع ال-patient في ال-ER. هنكمل معه اما في ال-ICU اما في الرصاص. فهذين ذات سمبورتن. الأكيد سفير آزمة ان الرسپيراتري رايت يكون مور دين 25. والتاكيكارديا مور دين 110. لو ال-patient جاتك ويزي تشاست ودازنك وكذا. ولكن هذين ما فيهاش. نستطيع الناس في ال-ER. ونروحوها عادي تفالو أب الرسپيراتري أو بيدي بتاعها. فكيف نبنى عجوها في ال-ER؟ هنعطوها high flow oxygen. فكيف نبنى عجوها في الـ-ER؟ فقال اصطاقنا نبنى عجوها في ال-ER? دفائم الـ-ER. يعني هل- كيف نبنى عجوها في الـ-ER؟ كيف نبنى عجوها في ال-ER؟ مع الأكسجن هذا نعطه نبيلايز السلبيتامول كل 15-30 مينتس 4 سيكال طبعاً نحن هنا نعطه في الكمبيفنت مع بعضهم اللي هو الابراتروبيا والسلبيتامول نفس اللي نعطه فيه مع بعضهم 15-30 مينتس 4 سيكال نحن نديره ري أسسمنت ري أسسمنت يكون بالشاست إجزاميشن تحكي مع البيشنت تشوف الساتيريشن بتاعها تحسنت تمام نوقفه هنا ما تحسنتش نخش للنكست ستب اللي هو الاي في هيدروكول 200 ميلي جرام ونعود نديره أسسمنت بتاعنا نو امبروبمنت هناخذوا حاجة شوية انفيزيف شوية تبيلها منترين اللي هو الماغنيزيوم سلفيت الماغنيزيوم سلفيت نحن نقول عليه الرولوف 2 2 جرامس 200 سيسي ان 20 مينتس لكن شنو نقدو جنب البيشنت هنديروا لها منترين ياس اكزاكتل فهذه بالنسبة لبرونكيا الأزمة طبعاً لاحظونا أنا شنو أنا أخذ فيكم لعند مرحلة الأدمشن بس اللي بعدها بتاعنا نبدو أنتبيوتك والإنسلين فيوجين هذين شنو؟ لا نحن لعند الـ ER بس شنو كيف تصرف في الـ ER أنجل للأبر جي آي بليدين هذي واحدة من الحالات اللي ممكن تواجهك في الـ ER وأنا أول ما بديت كنت ما عنديش خلفية عليها إنه how to approach how to manage فكانت غريبة شوية عليها هناخذوها بناحية كيس 70-year-old Mr. B presents with history of syncope after an episode of hematemesis what's next هناخذو history what would you ask من الأول يوم تاوه كيف جاتاً صلاح okay fresh blood will allow yes what else bleeding anywhere else yes هناخذو بضبط كل أمال يومتعر شن الحاجة الي ممكن تسبب لك الأبر جي آي بليدين what should we ask about ؟ موجود شناخرة شناخره فى كوموربيديتالي تمام يبقى what did the blood look like fresh about a cupful is this the first time ولا لا هذي مهمة ناسئلوها never had anything like this any changes ناسئلو طبعا عالستور كالر لاننا we have to rule out ضروري نعفو هل في ملينا ولا لا هذه indicates the severity do you have any medical conditions في ulcers في liver problems هذينا كلن اسئلة سريعة تسألن في الـ ER مش هتاخذ full detailed history فقالت nothing except for back pain وناخذ لف انا الجيزية do you drink smoke no do you take any regular medication thing killers what type ibuprofen تمام نجو بنديرو examination حناخذوها بالABCDE approach الـ airway بتاع بتاعة patent the breathing normal chest expansion chest clear respiratory read normal SPO2 شوية low 92 circulation feels cool and clammy capillary refl time 3 seconds heart rate 100 بيدي شوية tachycardic blood pressure 100 over 70 ECG شوية sinus tachycardia فهانا هبو وبيديدي بشنو شوية همو ديناميك انسابلتي الـ pupils equal to reactive to light he is alert حاجة المهمة هنا ان احنا ويلاببور stigmat of chronic liver disease mildly gastric tenderness no guard drink or rebound حاجة اخرى ضروري نجروها في حالات upper GI bleeding we have to do PR examination طبعا اي اذي ثوراتيك لي لكن in real life محاجة حقولك باهي لكن we have to see it we have to check if there's melina or not لانا مرة تقولك ملينة لكن تطلع ما بيش فهانا كان انه هو no evidence of bleeding نبدو في المانجمنت نحنا قلنا انه هو الـ airway بتاع بتاعة patent لكن شوية دي ساتن فحنعطو اكسجن supplementation بحانا هنحن نعطوه بسمبل ماسك ولا نيزل كاني لا هل في فرق ولا لا هو في فارق على الساتن لكن احنا في الكونيشن بتاع البحانة هل هنراكبوله موسيقى والله نيزل كاني لا مش نعطوه لالأكسجن بتاعك بالضبط اكساكلي لان بانه هنه حاجة لانه مرات البحانة ملاحقش على روحك خشيف اصبايريشن وهي مزيدة نيزل كاني لا هذين حتى انا من الحاجات اللي تعلمت في الـ AR ما فيش عليهم قائد لينزولاكي بس تفطني لأينا في الـ ER. لأن البيشنط بتاعنا همو دايناميك ليانستيبل فنحنا هنا في الـ ER شنح نديره 2 large group cannulas نضغولها البلد تاست بتاعاتنا IV fluids. لو الهيموغلوبين بتاعها مازال قاعد ممكن نفكروا نحن نعطو بلد. لو في اخرى كوموربيدات كوازين الكواغليشن دفاكس ممكن نعطو فيتامين كي فريش بروزين تازما و بليتلتز. نجو للإنفستيجيشن بتاع البيشنط بتاعنا. لما طلبنا للـ CBC اللي هيموغلوبين بتاعها طلعتنا. فهو شوية أنميك. ليتلت نورمل. WBC نورمل. اليوريا بتاعها بادي شوية رايزنج. 21. كواغليشن نورمل. شن الدفرينشال دايجنوزوس. استانوا خياموا. مش ولاشا. بابتك ألثر. شن الكواز بتاعها هنا في البيشنط بتاعنا. عمانا ستيرويدال. بالضبط. شن حاجة اخرى ممكن نفكر بها. البيشنط عمره 17. شن ممكن نصير اخرى. أسوفيجية. أوسوفيجية. أوسوفيجية. أسوفيجية. أوسوفيجية. لو كانت مثلا يونغ في ميل. و ممكن نهو مالوري. وستير. ففيه اللاتة في محطونا في بعدنا. حاجة مهمة. وانت تأذم التأذي بيشنط بأبر جي آي بيد. مرات يجيك البيشنط يقول لك أنا رجع الدم. بس أنت ما شفتش. ولا عارب هل هو صح ولا لا. ففيه سكور هضاي حنستخدمه المتكايت له طبعا. نشوفه فيه الهيموغلوبين. اليوريا. الفيتال ساينز اللي في البداية. و شوية كوشنز. فهذا لما نديروه للبيشنط بتاعنا. الهيموغلوبين كانت 10. اليوريا بتاعها 21. إنشال سيستالك كان 100. سكس ميل. هارت راتيس كان 100 أو مور. ميلينا كانت نت present. فيهي هستري في سينكبي. وهيباتيك ديزيز ما فيش. ولا كارديك ديزيز ما فيش. فهنا طلع لي 9 points. هو أكثر من سفر أدمت. طلع لما نوى سفر خلاص يدونت. فياس 9 points. هذي هاي الرسك. يمكنك التعليقات من التعليقات. و يجب أن يستطيع انتوسكبي في 24 سنة. أي سؤال؟ شكرا. السلام عليكم. مرحبتين بكم. إن شاء الله نطولش عليكم. الحاجة خفيفة ضريفة. اسمي سيراج فقي. ستش أو في بمسي في قسم الرديولوجي. واليوم حنعطي. الات destinات الاوسط mieux بتاع الركان الاولوجي والناس الم Hundredum Contração و تstart Uncover. الملك الأكثر بي عنوى إبتبارات و تقول أننا sides are pretty straight forever يعني نحن نحت penal unosنطرة للشركات على حسب. ولCl. و تستطيع أن تريد ح refuge من الريض. تقدر تقول أنها مصديقة بعض الوضع المحبوات. مثل الإيقار غير يدز في الريكوست صور 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 ونحن ندوره في أي سبلة بيش منصورش بس في نفس الواقض نحن بيسابورت احداً يعني بما يقعد فيه clear indications وهذا في certain scenarios دور تاريديولوجيس يلعب pivot role في assisting the diagnosis وguiding management متانا بالنسبة لتالتالكل mindset هنا سأصبحت أعطي ماذا هو مصبا rogueاتي حتى الاسبكت المنشأة باتها هو مصبا يعتبر كسب小ائد يقدر الواحد مما يكمل مثلا الفلائشب متاع ولا رززززززي ولا ترد يصبسبيشيلايز في الاسبكت المنشأة بس عند حتى الاسبكت الاني وانت بس كجونير كجونير دكتور معه أو الشو كيف بادئ مثلا في الاسبكت المنشأة أو شكرا في الليوجي أو شكرا أعني إلا أنت شن what's expected of you. وثالث حاجة مثلا شن the most common presentation that you will face مثلا في night shift ولا في common emergency cases. How it's done مثلا نحكو in brief مثلا compare to the outside world مثلا شن what's supposed to go. ونحكي مثلا considering the scientific day كان يحكي عال AI و الحاجة ذنه ممكن شن the applications متاعه مثلا for radiology since نحن specialty تعتبر more technical ولا more technology oriented than other specialties. بصفة عامة يعني emergency radiology بقلنا نحن specialized field قاعدة فوكس نحن diagnosis and management متاحه مثلا acute cases various modalities حنمرن عايق كله نسوان كان X-ray, CT, MRI وحتى فيه special investigations like doppler scan that can be helpful in diagnosis على عكس الروتين radiology or emergency radiology فوكس عال Urgent Care ال Urgent Conditions ولا هذين نتوى لتا يمج right now at this moment و at the same time will influence الكار مثلا متاع الpatient itself. بصفة عامة يعني what's expected of you as a junior doctor ولا انت بميهاب night shift مثلا احنا نحكي بموث emergency radiology نحنا نحكي بموث night shift انت تقعات what's expected انك انت يركنيز and diagnose the most common acute cases تمام؟ هذين باي ultrasound هذا هو الbread and butter متاعك الكيس متاعك موثب 80% من الشغل متاعك انت في الاميرنسي department من ناحية radiology حيكت بالالالتراسون لانهوا fast, portable very easy to use ويعطي big clue most of the diagnosis اللي انت عندك مرات هتا يكون في indication for CT during the night shift فبهذه الحالة انت مرات تعطي preliminary reports بالنسبة لCT scans هي قد تبت بي reviewed by consultant ولا specialist the next day ولا at the same time مرات انت هتا يكلموك مش دير guidance special procedures مثلا drainage متاع abscess ولا في collection يبو مثلا ريديولوجيس لأسسس مثلا مرات يبو مثلا مرات مرات شور الانترفنشن ريديولوجي وأخيرا هي هذه you're not alone يعني في الشفت ديمة في خوف انت قاعد بروحك هنا في الريديولوجي مصلي يقعد مثلا سولو انت تكد انت في النيت شفت بروحك تبرم عالدبارمتس كلنا منسبة للسرجري والميدسين والقيني كلهم يردوا عليك انت بس انت تكد مسك النايت كله بس في نفس الوقت انت لا تلون مرات انت في البداية تكد كجونيور تنزل مع سينير دوكتوري قديمة معه وفي نفس الوقت قديمة فيه specialist or consultant on call في حال كان حصلت في اي حاجة في من يساعدك وبالنسبة للكلمة supportive وبالنسبة لديك يعني يعني توالية ممكن قريب من ساكر سنة يعني في الريديولوجي في الأف ومئتين ما ليهش واجد يتناكي في بادي يعني ننزل يعني without supervision يعني الحمدلله يعني قاعدت متمكن من شغل بوضع كله بس في نفس الوقت في البداية يعني ديما فيه support يعني at the same time هاته توال ممكن اهم presentation ان كنت هتواجهك في night shift ولا في emergency situation هي trauma التراوما هذي involves all sorts of mechanisms هو أن كان traffic accidents إذا كان مثلا stab wounds إذا كان gunshot wounds هذين هنه المست common presentations ولا هذين يقول هتا هنه 70-80% من الناس تشوف في ال ER situation إذا كان نقدر نطلع منكم بحاجة واحدة بس في المحاضرة هذه هي نوريكم ولا اي convey الفاسسكان الفاسسكان هذا هو أكثر حاجة وممكن هذا the most useful tool انت كراديولوجيس في ال ER situation انه هو بش تدور مثلا على fluid collections إذا كان مثلا في يسان هو rapid detection وأيضا على طول ممكن يكون indication for life saving operation مرة للpatient هذا هو خاصا في unstable patient it's very important بالنسبة لل in general مثلا نقدر نقوله هنا overview مثلا هي على fast scan كصورة هذه تقدر تقول له هذه أهم حاجة مثلا في سلايد كله في الPresentation كله هنا هذي الفور areas انكتها يمسكتها راديولوجيس مثلا هنا في الفاسسكان تبتشوف بوث في right upper quadrant and left upper quadrant views تشوف الزفويد والepigastric view وتشوف الpelvic view في الright upper quadrant هنا هشوف مورسون's pouch اللي هو الspace مبتوين البر والright كدنة هذا المستخدمة ممكن المنمال amount of fluid about 50 ml can appear مثلا هنا على ultrasound فهذه very important early detection فهذا can influence intervention مثلا من نسبة البيتش ونفس الحاجة اقرأ هنا في السوبرارينال والهميثوراكس هنا نقدر نشوف الparasplenic spaces والريسس هنا هذي كله independent spaces مثلا حتى لو كان USS splenic injuries وتقدر تشوف نوموثوراكس في بوث في بوث ريسس الكاردياك هذه ما هيش standardised بس مراتي يقول هي حاجة advanced شوية مش advanced وعارة بس هي نوع روتين إذا كان هو فيه indication والأسسpect pericardial collection مثلا بلند تراما تستيرنم والحتلالة هنا لازم تتشوف تتشوف إذا كان في pericardial collection وأخيرا هنا نشوف البلدر البلدر حتشوف هنا حتشوف إذا كان فيه إنجري للبلدر إذا كان مرات هذه مرات وفي نفس الوقت إذا كان فيه ما سيصبح سواء كان في بالنسبة في في ميل في الحالي ولكن كان في الميل في الريتكو في الحالي إذا كان إذا كان انت قال تقنطها أحسن حاجة تقدر أن تطلع من 80% من المؤدارات من أجل أو جدة كنسبة كرديولوجس. هذا هو القايدلين والجنرال رودماب متاعك. حيشتين. انت حدير فاسس كان هيكي ولا هيكي. صلاح ان كان patient stable ولا unstable. خاصة ان كان جاف في trauma situation. اذا كان هو مثلا فرضا stable. تشوف اذا كان هو في possible and negative findings على حسب يقايد مثلا الview approach متاعك. اذا كان في possible findings مثلا في fast exam you look for the other cause. هو stable patient. بس في findings مثلا في الالتراسان. ادور مثلا cause وحدة اخرى هنا غير trauma ممكن سبب لالcollection مثلا تعالفلو دادنا. اذا كان في negative findings بس ما زال انت you suspect some things تحطيها under observation in the patient ويو consider مثلا CT or repeat fast scan at a later time. اذا كان هو unstable patient وهذه هي ممكن the most important aspect في الموضوع كله. تخش مثلا كم في positive findings على قوة for surgical exploration. هذا قول تحول السرجي يخش به OT. مرتكولنية للlife saving procedure. ونكتب findings تحتى نفس الحاجة. سرعت for other causes that may cause الا instability مثلا من مثلا الpatient هنا. هذا هو النورمال التراسان. لكنكي just to keep in your mind نفس ما هنا في الright upper quadrant view والleft upper quadrant view. liver or spleen. both kidneys. spaces ما بيناتهم. ما فيش اي اي اب Leah normality. هذا هو النورمال جو نجو كيز. هذي real case. هذي صدفتنا في اللوطة في duty خلال مثلا last week. ولووكي قابلة. هنا جي تاني رول جاء بعد بلون تراما انتشار الارتي اي هو كان على البيسيكل متاع جاء تعد في حادث خطات السيارة جاء هكي البيشن تيمو ديناميكي انستابل فما نجو نحن نديره البرفورم فاسكان هذي بس بورن وان اوار احتر ذي اكسين وشوفوا الامج هنا هنا في الرايت اوبر كوادران view what do you see مثلا هكي مبحت وما في الصورة شوفوا لي مثلا هنا الرايت اوبر كوادران نعم شنو مثلا بحث كويس مثلا هنا شنو في مثلا في الرايت اوبر كوادران view what do you see انت هنا في لفر وفي كدني قلنا شنو مثلا حاجة ندوروا عليها اي هو في سبيس مية مية نعم مورسن فاوتش ممتاز شنو في هنا في فلود مصلاح بحث كبير يعني مثلا هنا هنا مثلا ريت الاسود هذو كلها اللي ببين عليكم هذو هو فلود قاعد لام في المورسن فاوتش هذي فري فلود قاعد هنا ما زالنا في الرايت اوبر كوادران view هذي بجيهة سبلين ماذا ترى؟ هم؟ في النص مثلا وين هنا تلال مثلا شنو سبلين هنا؟ هي صاح مرة تحقها كلها ابيض واسود كلها زي بعضها بس فيه يعني فيها فكرة نفس الفكرة هي في الموضوع انه هو في شنو في فري فلود قاعد سراندن سبلين مثلا ها تس بيس انت تتحقها هكي تحسبها يعني small minimal amount بس هذي هذي جست the beginning هذي فيه فري فلود في البرسلونيق space هنال الpatient هذا هذي هذي همو ديناميكاً همو ديناميكاً لانستابل وانه فاند عنده فري فلود في بوث رايت و لفت اوبر قوادران هذي clear indication for surgical exploration when this patient was then admitted وwent for OT for emergency laparotomy هذي فاند عنده شنو بما تبعت الكيس يعني مثلا تتاني يوم بما كملت ال-duty طلو عنده كان فيه celiac trunk injury يعني هذا كلها كان بلود بس حمد الله يعني هو رصصت الpatients وي ركبر تدرول الى repair يعني طلوه just in time فتشوف مثلا هذي just cause the blunt trauma كان فيه injury كان فيه celiac trunk bleeding free fluid فهذا هو شوف من فاس كان ممكن خدت مني less than two minutes ممكن ولا حاجة هكي could save the patient لكان مثلا تسايدناه ممكن كم hour or under observation for a period of time ممكن he would not recover or he would not pass or he would not survive the night تمام هذي منسبة التراومة ممكن هذي اهم حاجة نجو مثلا acute abdomen بصفة عامة هذي coming presentation نفس ما قلتكم التراقات ما الabdominal symptoms والجي اي تي symptoms انها very very common خاصة في clinical practice هذي very broad range of presentations diagnosis etiology imaging نقدر نقول هذا most routinely employed هذا primary investigation يعملوا فيه معاملة CBC patient abdominal pain ultrasound ct هذة كله بس هذة كله بما يكون clear clear indications هذة كله ويعني warranted مش شكي وخلاص مش هاب hazard العملية common cause that we should cover مثلا هنا في acute visceral inflammation سواء كان acute appendicitis pancreatitis والبال obstruction فهذه الحالة انا حبيت الركز عن two most common يعني من ناحية هذة من the presentation acute appendicitis والبال obstruction هذة انا أصلا that require intervention مثلا قدام very common في الريديولوجيا بالذات يعني هذا هو one of the main reasons for surgery خاصة في young patients سواء كان ميل فهنا هو CT هو most sensitive بالنسبة لل لل appendicitis بحذ ذاته بس في actual practice مثلا في ER situation patient خاش ب symptoms acute appendicitis ويجيك مثلا clear symptoms مش هتقول له CT for the first thing هتقول له على طول شنو ultrasound ultrasound هنه هو ممكن هذة the biggest challenge في الموضوع كله في التلقى l-appendix 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 and a variable location different from person to person بس انت once you find it it's pretty straightforward you need to assess أكيد familiar بك بالإمج هذة ما رأى عليك هذة ما رأى عليك ثاني هذة normal appearance هنه normal appendix هنه في ال-right إلى كفصة view هنه هو الـ artery هنه no free float تحقوا مثلا هنه شنو blunt organ blunt edge فيها space من جوه هذة هو في ال-right إلى كفصة هذة normal appendix هذة لو كان انت تلقى الشكل هذة وتشوفه هكي تطمن انت نفسيا عادي يقول له رد على ER عادي يقول له رد دور أي other diagnosis بس appendix is ruled out هذة أحسن حاجة ممكن تطلع معك no free float ال-appendix got clear الديامتر متاعه normal no presence متاع فيكلث ولا حاجة جوه لومن that may مثلا suggest فيه acute appendicitis وهذا هو ممكن أحسن بيوه ان كنت تشوفه تمامه؟ هنه ذاكرتنا normal ranges different from pediatric age to adult مثلا criteria معينة adult range to 2-13 mm وال pediatric age 3-9 mm هذة هو normal الديامتر متاع ال-appendix كيس واحدة أخرى هنا هذة هو 20 year old male presented with pain in the right lower abdomen lasting 3 days ultrasound showed the following image هنا في both transverse right lower quadrant and longitudinal views هيعطنك different different views different aspects تقدر يكون أساسا ال-appendix منها حتينا في الحاجة يعدي عاد annotated جايك يمسمي مكتوبة كل حاجة بس compare it مثلا to the previous image من برا من بدري هنا طالع ال-appendix مثل ما قلنا هذة ال-Iliac artery مرة استعملوا فيه بس نحن نفعل غاية نحن نفعل نحن نفعل نحن نتابع السيكم لوطة نشوفه مثلا ال-planted organ ولا هو ال-extension طالع منا وهذا ال-appendix فهنا شنو طالعنا normal proximal appendix بس في نفس الوقت بما نجينا هنا في distal end متاع ساير في dilatation هنا فيه transition point dilatation هنا بما نجينا شفناه اخراج شفناه بغيرنا مثلا ال-view لقينا مثلا فيه fluid level فيه debris وفي مثلا هتا هي blind end هذة متاع ال-appendix هذة سجلسة هني قاعد في acute stage of inflammation وهذنها بس enough يعني انت بش indication method for surgery ومثلا for appendectomy وفي العادة هما ما يرجوش هما مثلا في ultrasound scan مرات إذا كان خاصا male young age و جاي ب symptom suggestive of acute appendicitis هذه in and of itself indication for surgery خاصة طبقت الكريتيرا مثلا alvarado score مرات مثلا تحتاج بس نحنا هنا بياخدوا زي ما يقول لي want to make sure ييبوا مثلا ال-evidence يدامهم باش ما يخشوش مثلا and blind مرات يال unfortunately ممكن نقولوا sometimes an appendix not visualized هنا في هذه الناحية مرات هما they just go for OT ومرات they require مثلا further scans مثلا زي CT scan والثاني presentation مثلا هنا بالنسبة JIT هو البال ابصراك ممكن هذا 20% of admissions من السurgical abdomen هنا ال-imaging is super super important لأن هنا ال-surgeon cannot progress when managing condition إلا إذا كان عنده imaging that guides him the current situation مثلا مثلا ال-patient هنا important role as well as helping determine the choice of the management مثلا ال-plane radiograph هذا هو أيضا screen tool erect chest x-ray هنا مرات يدير يبين إذا كان في obstruction وكانه very clear بس ما زاد لأنه normal does not exclude main findings مثلا dilated bowel with or without fluid level واركت radiograph مرات هتا يبين لك شنو البال perforation هنا two simple cases مثلا هنا تو مثلا يقدر يقول لي مثلا شنو البين عليكم يعني هذي مثلا نبدو مصورة هذي هذي شنو هذي شنو هذي شنو هذي شنو هذي هذا dilated bowel grossly dilated bowel قاعدة واضحة يعني بحت الباول هنا 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 أخرى فيه some sort of آآ آآ شنو اسمها some sort of valvulus صح؟ هنا ساير مثلا جروب تستيكا مش كافي بين ساين يعني هي some sort مثلا تاع volvulus بس ما زال ماشي مع النورمان هنا dilated large bowel قاعدة grossly dilated حتى بالنكد آية تقدر تشوفها هنا قاعدة diameter مثلا more than 9 mm هذا كيدا grossly يعني more than 9 mm هذا هو بس criteria مثلا تمام بقى بنسبة للصورة هذي؟ air fluid لا بالواضحة قاعدة multiple air fluid وضع 1 2 3 4 5 6 7 100 100 هنا مثلا هنا مثلا هنا في ممكن تقدر تقول هنا large bowel هذا small bowel obstruction هنا تقدر تشوف مثلا مثلا large bowel تقدر تشوف هنا more smooth قاعدة العملية تقدر تفرق بالات بس in practice يعني just a screening tool preliminary examination حاجة مهمة بكل ممكن هذي أحسن حاجة حاجة X-ray يديرها هو rule out bowel perforation تشوف إذا كان في air fluid level وين؟ لا مش air fluid level ايه؟ تحت الديافرام ممتاز هذا air under الديافرام هذا clear indication هنا فيه viscous perforation فهذا هو مثلا هنا جهة ال liver تشوف إذا كان في خط أسود هنا تحت الديافرام هذا ممكن أهم حاجة أنك انت يرول out بالX-ray بس الريالتي هو شنو X-ray is not employed مثلا ولا مش not employed is being مثلا phased out نجو مثلا هنا كCT X-ray خلاص حال الغسري يعني خلاص يجو خلاص فايزد آت كسكرين تول عتا يخشوا على طول على CT ضغري for D-Sile Obstruction نجو مثلا هنا للCT appearance هات هذي كيس within the last two weeks بالرديغراف مثلا كيس بسهس بالرشم هذه 57 year old male جايب بحثت هنا في السي تي شوفوا إذا كانت تقدروا تلقطوا الأبسراكشن وين وهنا كليار قاعد فيه air fluid level قاعد dilated bowel شوفوا إذا كانت تقدروا تلقطوا الترانسشن وين؟ مازال هي مشدت وعدت ومش عارش كنزرقت عليها ولا لا نجو مثلا هنا ككيس مثلا تابعوا البال هذا هو large ball هذا small ball هذا تحقوا في مثلا الدورية السوداء هذا هذا هو الرectum الركض وقاعد دااليت بالإير إذا كان نحن هذج قاعدين اللوطة إذا كان نارغو 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 كيسه تحقوا قاعد الدаемتر قاعد قاعد تقاعد تقاعد بعد جينا هنا ضد حقاعدة القوز هنا ممكن أنت تتسويق عنهم حاجات مثلا مالإقنام سي تكون مثلا، حاجة مثلا برا ضخطة مثلا حاجة جو مثلا اللومن، أي litig تريد ذلك من الممكن أن تقاعد لفرانشي لا يمكن أن تكون سبب بس من نسبة الصورة هذي قادة clear cut قادة wall is thickened وبعد ما further مثلا diagnosed ولا further assessed الpatient القوة عنده هذا كيس متاع CA was found مثلا جهة السجمويد والرقتم الرقتم سجمويد الجنكشن هنا في سيرلانستان الابسركشن تمام وآخر نقطة ممكن هنا stroke imaging هذه ممكن الحاجة في الأكيوت ستنج هذه مهمة بس not common مثلا يجوه في الليل ولا ممكن انت ما ما يطلبوهش منك كا ريديولوجيس في الأبنيوم متاعك لانما ما شاء الله جماعة الـ ER اول ما يحصلوا الامج متاع ما يبكش انت كأبنيوم ممكن حاجة يحصلوا فيها ولا حاجة ايوه هذه اهم حاجة في الأكيوت ستنج فنون كونتراستي هذو هو المين ستاي مثلا بنسبة stroke بس المين لما تيشن نفس ما قلنا في الأكيوت ستنج هذو الكونتراستي الـ non-contrast CT is limited بالدifferentiation بين الـ ischemic stroke والـ hemorrhagic stroke بس انت نفس ما قلنا الدكتور رفات ما طوى as long as you roll out hemorrhagic stroke you can take your time مثلا في الموضة قول CT نفس ما قلنا exclude any intracranial ولا intracerebral hemorrhage any early features of ischemia you detected include other intracranial pathologies نفس ما قلنا mimic stroke مثلا مثل سريبل أبسس تكون مثلا تومر أي space occupying lesion ممكن يديرا من السمتون مثلا تاستروك اوكي هانا قاعده من الـ normal CT 60 year old male admitted with temporary aphasia and dysarthria شنو ممكن تشوفوا قاعدين هنا هانا يعني هاذا العلم الخاص هاذا شنو non contrast enhanced CT ربما فش contrast هاذا normal هايكي صادقة دول عطوه صوروه شن قاعدين تشوفوا هنا hemorrhage no هايبودنس منتاز منتاز وهانا في الانتيرير ممكن في الـ temporal وهانا قاعد اخرى لاورة ماشي الأكسبتال مثلا الجنكشن ما بين temporal و الأكسبتال هانا ندير هذي clear هاذا هو منظر متاع الـ ischemic stroke very clear, very nice بس هذي ممكن مش ديمة حتصات فاكل عادتا يجيب مثلا في الأكيوت setting مثلا 1 hour 2 hour مرات تشينجز هذنا ما يكونانش بينات Another patient هاذا جايب sudden deterioration هاذا أخرى elderly patient قالك on warfarin clear very clear شنو ممكن الفايندينس قادة تشوف فين هاذا أول حاجة hyper dense area that indicate شنو hemorrhage و بداية هنا اخ compression ممتاز دير mass effect علي جنبه شنو أخرى فيه midline shift قاعدة تلتة ventricle كانها بداية ممتاز compression هنا وفيه أخرى كانت تلاحظة ممكن شوات حواجد أنه فيه هاتا في hyper dense area هده جوة في ventricle وقاعدة في ventricle هاتا هذا هاذا interventricular hemorrhage هذه expansion متاع الhemorrhage قادة ماشية جوة في السابراك نوالسبيس ممكن يكون خاش في المنتريكلا هاذا clear هتا هي متاع شنو hemorrhagic stroke زيد عليها أنه هو هنا المترجمات لا يوجد المترجمات لك الأدية مثلا هنا مرات ما تكونش بينا واجد هنا هنا الغرص فاينديك نقدر نقوله مون كل كت هذا ما يكونش مبينها بس هنا مبين لك هنا الهموريجك ستروك دير ماث افكت هنا دير في مدلان شفت وفي حتى شنو إنتراسريبر الهموريش هذي أهم حاجة فاينديك أنت حتى لو كانت ساير الأدية؟ نعم لقاط السود هذا الناب وين هذا الناب مرات يكون ان هذا الناب مرات ارتفاكت مرات تكون مرات تكون بس ما قدرش نعطي رايه هيك بس مرات تكون بس مرات تكون بس منسبة للسي تي مرات لا تهمب انت متبحتش تمسك في النقطة الصغيرة وتسيب الحاجة الكبيرة في الأكيوت ستيج ايوه عراطة يقول لك شنو انت يادمير تري انت متركز على نقطة واحدة ايوه ممكن هذي يكون بس بالنسبة للصورة هذي الله اعلم مكذبش عليك اني نجرج بيك ولا حاجة تمام هنا نفستها هي ستروك بس موديلتي واحدة اخرى شنو الموديلتي هذي لك ممتاز دي دبلو الي هذي افري هذي افري مي يمية دفوس ويتد امج وعندك هنا للفلير اللي في النص وفي الاخيرة هذي شنو التيتو هنا قلت يكفي في فيغة افريطة افريطة جميعيب ويكناس خاصة اذا كان مثلا هنا الاماراي إز سوبرير من ناحية السي تي في داياجنوزين شنو إسكيميك ستروك هيبينها بيري كلير كيف ما بين السي تي الهامراج الاماراي هيبين الإسكيميا في الفلير هنا بينها تهية كهايبر إنتنس أريا مثلا هنا في تي توبين كأنشنو كهايبر إنتنس أريا هذا الناكل يساعد لنا في كلوز إذا كنت يدياجنوز أن هذا شنو مرض تكون هامراج ولا يكون إسكيميا وهذه الناكل من فايندينكز ما شيت مع شنو مع إسكيميا هنا نجو في آخر سيغمت بتاعنا هي ريديولوجي مع الـ AI ممكن هنا يفكروا فيها أنها كأول ضحية لـ AI هي ريديولوجي بس إنها تكنيكا بيست بس في الريالتي هو أكيد ولنا نحب أن نقول النفسي أننا نحن لا نستطيع إستخدام من الكمبيوتر صلى الله خير بك وشنو أخرى AI can be very useful tool مثلا to assist the radiologist في هذه الحالة فيه ملتبل ستاديز ندارا أنه يقول لك أن الـ AI داروا comparison مثلا ريديولوجيز في الديتكشن مثلا متاع ليجينز ولقوا أن الـ AI comparable مثلا تو ريديولوجيز في بعض الحاجات مثلا كلهم ديبندنس على إيش على فايندينكز ممكن لحد لقاهم هيكي زي الأوبرفيو البسيط ممكن هاو الـ AI can help مثلا الـ situation حتى في الـ ER يعني بسطفة عامة هنا مثلا جو في الترياج الـ ED doctor يدير assess the patient وعادي يطلب خمسين ألف إميج ها حالما يطلب خمسين ألف إميج ولا request الـ request هنا يجي مثلا AI يقدر يدير شنو optimization مثلا ولا شنو الـ priority يقدر يرتب لك شنو الـ request يجي هنا يدير لك protocoling يوتي لك أخرى حتى الـ sequences يوتي لك هذا بـ contrast هذا من غير contrast هذا مثلا timing كذا فيه different مثلا system فيجي الـ radiologist هنا يعطي مثلا design technologist الـ AI يدير هذا noise reduction يساعد حتى في الـ processing بتاع الإميج يدير acquire الـ imaging يساعد ممكن حتى في الـ clinical decision يعطي suggestions حتى الـ ED doctor مرات يعطيه suggestion مثلا this patient مثلا finding consistent مع stroke مثلا protocol suggested مثلا كذا كذا بس في الأخير بكل الـ radiologist ولا هو ED doctor هذا هو final decision يحط المعطيات كل هني دقادات عنده وهني يبكل up to you إذا كان تاخذ مثلا كلمة الـ AI ولا هو يساعدك مرات يذكرك مثلا findings مرات أنت تقيم مش فاطل لهم في نفس الوقت مرات يعطيك the false positive false negative فمزال هذا كله preliminary technology that has good implications مثلا في الـ future والحق عن نفسي I think it's a good thing it'll help مثلا work حتى هنا يبكل أنت تبي شنو مصلحة المريض إن شاء الله we have a hopeful future بإذن الله وبس that's my presentation any questions بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المفسرين سيدنا وحبيبنا وحبب وعلى آله وصحبه أجمعين قد يوسف البعض بالفضاغة من الحديث في كثير من المراقف ولكن هناك الحرات لا تستطيع ثمانية عشر أحرف وهي تعداد أحرف اللغة العربية أن تعبر عن مشاعر الحلث سواء كان ذلك كتابة القول وهذه المواقف كثيرة فما ما بالك حينما يكون مرضف هو تكريم لعلماء أجل نستذكرهم كالله قبل أن نستذكرهم كزملاء عن نفسي وعن عدد كثير ممن يتواجدون هنا بهذه القاعة نستذكر هاتان الشخصية كأسادتة كأسادتة لنا تشرقنا وتعلمنا منها مبادئ الإنسانية قبل مبادئ الطب مبادئ الاحترام قبل مبادئ التعامل بمسالك الطب ودرومهن في جانب آخر وسيكون هناك مجال لذلك مع أستاذنا ودكتورنا الأستاذ الدكتور محمد سعاد في كلمة التأبين الرصمية جانب الزمانة وجانب الرفقة رفقة العمل ورفقة خارج العمل إنها لحظات صعبة ليست كأي لحظة لأننا بالسنة التي استنناها في كلية الطب بالجامعة الدولية أن نحتفي بالعلماء نحاول من خلال ذلك أن نزرع في أذهال الأجيال الجديدة قيمة الوفاء وروح الوفاء نزرع في أذهالهم أن من علمنا حرفا لم نصل له عبدا فقط وإنما يجب أن نخلد ذكرامهم أحياء أو روحة الأستاذ الدكتور سعيد الظني الأستاذ الدكتور سعيد الظني ووليد 1946 بدرنا الزاهرة تحصل في عام 1975 على الدكتوراه من جامعة توم M.D. في ألمانيا ثم عمل في عام 1978 في مستشفى دابلن بمدينة دابلن في إيرلندا لينال في عام 1983 الـ MRCB والـ FRCB ويسجل في الجنرال ميليكا كارنسون كطبيب في تلك السنة أيضا في عام 2001 كان عضوا وتحصل على عضوية الأمريكان أكاديمي أوف نيورولوجي من سنة 1978 إلى 1979 عامل ك سينير حاوس آفيسر في الرويال فيكتوريا في نيوركاسل ثم في عام 1980 عمل في وحدة الـ والجنرال ميديسن في ذات المستشفى انتقل إلى كافنتري ليعمل بها من عام 1981 إلى 1983 وارتقى مرتبة أكاديمية في عام 1984 ليصبح السينير ريجسترار في مستشفيات كافنتري وبرمنكار في ليبيا وأعتز وعدد ممن هو متواجد هنا أنني أحد طلبتي مرحباً إلى جامعة العرب الطبية في عام 1984 وتدرج في مسيرة علمية من عام 1984 إلى أن وصل إلى عام 1994 إلى درجة بروفيسور في العرب الطبية وشغل منصب رئيس قسم الأعصاب في مستشفى الهواري ورئيس أقسام الباطمة بدات المستشفى في الجانب الآخر الأستاذ الدكتور جمع الفيتوري موليد عام 1961 في بني غازي عنها دراسة الطب في عام 1986 تدرج في درجات العلمية من سنة 1993 إلى أن تحصل على درجة أستاذ في عام 2005 يحمل الزمالة العربية في الجراحة العامة والعضوية في كلية الجراحين والعضوية في الجمعية الليبية للجراحة وكذا أوروبيا الممبرشيب في جراحة الجهاز العضمي المهاب الإدارية التي تقلدها المرحول الأستاذ دكتور الجمع رئيس في قسم الجراحة بمستشفى 7 أكتوبر من عام 1996 إلى عام 2005 المشرف العام على فترة التدريب في مجلس التخصصات في قسم الجراحة العامة منذ عام 2001 عمل أيضا بمستشفى الكويفية كرئيس لقسم الجراحة في شهر أبريل 2006 وشغل منصف رئيس قسم الجراحة في مصحة ابن سينة وكذا رئيس أقسام الجراحة بكلية الطب بجامعة جريونس ومستشفى العواري له العديد من المنشورات العلمية في عدد من المجلات الأستاذ الدكتور سعيد ظني الأستاذ الدكتور جمع الفيتوري كلاهما من المؤسسين لهذه الجامعة ولن يكون هناك أفضل من الأستاذ الدكتور محمد سعد ليؤبن المرحومين في كلمة تخصصها فليتفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بداية أشكر لكم حضوركم ومشاركتنا هذا الحدث التأبيني لشخصيتين مميزتين نشعر بفقدهما فقدا كبيرا اليوم نلتقي ونحن نستذكر هاتين الشخصيتين التي ساهمتا في إنجاز مشروع هذه الجامعة ولذا حري بنا أن نحتفي بهما وبإنجازاتهما وبما قدماه لهذه الجامعة أريد أن أذكركم ببعض الذكريات التي أستذكرها من معرفتي بهما أستاذ الدكتور سعيد الزني رحمه الله غفر له عرفته عندما كنت عظم بمجلس الجامعة العرب الطبية سنة 84 بالرغم من أنه كان في أسرة الكلية والطب حديث عهد لكنه كان بارزا منذ يومه الأول جمع بين المدرسة الألمانية والمدرسة البريطانية وبين الخلق الراقي والتعامل وأكثر من ذلك الحرص على أداء المهام وعلى المثابرة أنه في ذاك الوقت كنت طالب ولكن عضو في مجلس الجامعة كان دكتور سعيد من يعني من ذاك الوقت على مبارز التعليم الطبي لمسته عن قرب أيضا في سنة ستة ثمانين لما كلفت برئاسة الجامعة كان بالفعل يعني في ذاك الوقت اللي كان فيه صعوبة شديدة وظروف لم تكن وفق السياق اللي يجب أن يكون وجدت فيه سندا أنا أتحدث عن تجربة شخصية لي معهم وجدت فيه الحكمة والسند و فعلا يعني المثابرة والاهتمام كان من بين القلائل اللي فعلا كانت تهمهم المسيرة الأكاديمية والوضع الأكاديمي بأن لا يتأثر بأي وضع كان يفتقد الدكتور سعيد كما هو الدكتور جمعة بالتأكيد يعني مرضاه ورعايته واهتمامه أتذكر جيدا بأن يعني في وقت كنا طلاب وكان في قسم العصاب باطنة اللامة معروف مشهور من الهند اسمها كريشنا كنا يعني ملازمين له وبيستمرار دارك كنا نقول بأن يعني إذا غاب بروفيسور كريشنا خدمة مرضى الأعصاب ستتأثر وجود الدكتور سعيد لم لم يلحظ أحد بأن هناك فارق وبأن هناك نقص وبأن هناك فراغ استطاع أن يقوم بالمهمة على أكمل وجه نحن نستمطر شعبي بالرحمة عليه على كل جهد بذل وعلى كل عمل وتفاني في أداء مهامه بالتأكيد يعني فقد لا يمكن أن يعوض سيد دكتور جمع الفيتوري يعني ربما علاقة بيها وزملائي أكثر من ذلك لأن نحن ترفقنا كطلاب وكان يسبقني بدفعتين ودفع الدكتور عادل يتذكر جيدا ذلك لا أدري في أول لقاء لي به كنا في زيارة له مع صديق مشترك دكتور عادل بن غزي وجدنا دكتور جمع الفيتوري يقتني عودا ويعزف عليه في الحان اختفت تلك الصورة بعدها يعني لم أراه عازفا ولم أراه لكنه كان يعني متعدد المواهب والرغبات لكن ما يميز الدكتور جمع هو نشاطه منقطع النظير كان حتى سريع الخطى يعني لا يمكنه أن يمشي الهوينة يعني وهذه ميزة عند دكتور سعيد راوم وكان يعرف يمشي بشواس يعني كان دائما سريع الخطى لعل هذه أحد القواسم المشترك دكتور جمع الفيتوري بمثابرته وحرصه على تطوير نفسه وتطوير قدراته وإمكانياته ربما لم يتحصل على فرصة إفاد لكنه استطاع أن يطور من إمكانياته وقدراته وكان من بين الأوائل اللي اهتموا بتطوير الجراحة وجراحة المناظير وهذا الاهتمام يعني بالتأكيد انعكس على مرضاه وعلى تقديم الخدمات وعلى اهتمام هذه الذكريات تجعلنا يعني فعلا نقف أمام شخصيتين مميزتين يعني لا يمكن تعويذهم ذاكرة الأخرى يعني المشهد اللي لا يغيب عن عيني بالتأكيد يعني لما زرت الدكتور سعيد الظني في مستشفى الجمهورية وكعادته يعني كان مشغولا جدا باهتمام بمرضاه وفيه فانتظرته إلى أن أكمل المرور الصباح على المرضى وأطمأن عليهم لأطرح عليه فكرة إنشاء الجامعة كل من طرحت عليه هذه الفكرة في البداية كان يرد بتساؤلات أخرى يعني تساؤلات كثيرة كيف يمكن نعمل هذه كيف يمكن نعمل ذلك دكتور سعيد لم يكن مثلهم مباشرة قال لي مشروع أنت فيه أنا أنا فيه والفكرة تستهويني فقط نريد أن ننفذها ونطبقها على أكمل وجه كان همه فقط أن تكون هذه الجامعة وفقا لأسس الجودة واحتمام نفس يعني ردة الفعل عند الدكتور جمعة لما تحدث معه دكتور مصطفى الفاخري وجو حضروا معنا أول اجتماع تمهيدي كان لتأسيس هذه الجامعة التي اتفقنا فيها على المسمى واتفقنا فيها على بعض التفاصيل كان دكتور جمعة حاضرا لنا حاضرا معنا واستمر في مساندته للجامعة الدكتور سعيد كان الأمر مختلف يعني ليس فقط يعني الحضور من البداية ولكن استمر إلى النهاية لا يمكن أن ننسى حضوره لاجتماع مجلس إدارة الجامعة لما والكفاءة عندما أتى ليحضر الاجتماع باستوانة الأكسجين والمرض يعني قد أثر فيه التأثير الكبير يعني مثل هذا الالتزام مثل هذه الروح لا يمكن تعويضها أنا بكامل تقدير لهذه المشاعر اللي نحن فعلا يعني فقدنا عزيزين لا يمكن تعويضهم دعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جنانه وفي هذه الأيام المباركة ربما هذا جزء من هذه البركة أن نحن نلتقي بهذه الأيام لتأبينهما أنا مرة أخرى أشكركم جزاكم الله خيرا وتعزينا أنا كلنا نتقبل العزاء فيهم لأسرة الفقيدين ولعل مآثرهما يعني لقسي يعني هذا الأثر اللي تركوه هو بالتأكيد يعني مصدر فخر لأبنائهم ولكن أيضا فخر لكل تلاميذهم وطلبتهم وزملاهم الرحمة والمغفرة لروحيما أشكر لكم حضوركم والسلام عليكم ورحمة الله أدعو الأستاذ الدكتور محمد الظني وباقي الأفراد عائلة أهل الظني دكتور يوسف زميننا وصديقنا الاستلام درع التكريم الخاص لمستاذ الدكتور سعيد الظني وهو الدرع المفا دكتور يوسف ظني ابن المرحوم ودكتور رمزي ابنه دكتور محمد شغير رفتك 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 دكتور أدعو دكتور أنس الفيتوري وباقي أفراد عائلة الأستاذ الدكتور جمع الفيتوري لاستلام درع الوفا وابناء وابناء مرحوم تورانس طبعا هو ابن مرحوم خريج الجامعة الدولية كلية الطبق مرحوم 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 ترجمة نانس شكرا جزيلا